انت وانت من روحت الناد لالي كان في سنة كام في الدراسة؟ مش فاكر بقى 12 سنة يعني ممكن يبقى ايه سنة ايه ده ستة مثلا؟ لا 12 سنة اكتر ده دخلت في اعدادي يعني لا 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 ولا اعدادي يعني ممكن يعني ستة ولا حاجة كده طيب الوالد والوالدة ما القوش انك رايح الناد لالي هتبدأ بقى خلاص في الكرة ولا عمله ايه؟ اولا هو اتصدم لما رجعتله اه اتصدم قلتله يا بابا ايه ده كده بس انا روحنا الناد الاهلي ده بحتينه القطة يعني اه اه قلتله احنا روحنا الناد الاهلي بس متخفش انا ومصطفى ومحمد وحاتم واسحابنا كلهم وروحنا نعمل اختبار وانا الوعيد اللي نجحت انا ومحمد لما سمع اسم الناد الاهلي اينلي فكر فيه او اينلي قاله لك قال لي الناد الاهلي فين قال لي فين قلتله في الجزيرة قلت له خدنا واتؤوس للتحرير قال لي تروح تذا كله طبعا بسدقش يعني قلت له معلش وانا كل الناس بتقول ان انا بلعب كرة حلو وكده فايه يعني قديني الفرصة المهم انا لما دخلت المكتب الدكتور مفتي مضاني بقى على استمرات وقال لي بعد العيد تيجي تجيب ست صور والمستخرج جيت انا بقى بعد العيد ارجع فالناس قالوا لي رايح فين قلت لهم الدكتور مفتي اختارني ودي الصور ودي المستخرج قالوا لي الدكتور مفتي رايح فرنسا يعمل دراسة معايشة بان او اللي هي الدورة الدورة هي معايشة اه قلت لهم طب وانا عمليه دلوقتي روح قالوا لي لأ بص الكابتن محمود السايس ايوا بيختبر لعيبة في الملعب التاني عارفوا بقى اللي هو التراب اللي هو ورا الهوكي كان مسمي ملعب الهوكي فاكره كان قالك تشم اكبر كمية سل على الهوكي فاكره قالوا لي يشوفك تاني من الاول وجديد تعيد الاختبار قلت لهم ازاي جبا ده انا جبت السور جبت المستخرج وجبت كل حاجة روح ترايح للكابتن محمود السايس يا انت في الوقت ده لما جبت المستخرج وجبت شهادت الميلاد اللي هو المستخرج كنت ممكن تزهق من الاول تقول لهم طبش داخل وهامشي ولا انت كنتم مصمم انك تخش لا لا ما كنتش مصمم خالق بالعكس اه يعني لو راجل قالك لا ما ينفعش يروح وانت هتروح اه وانا ده اللي كان هيحصل على فكرة لان انا اولا دخلت في ملعب تاني على ناس ما عرفهاش وكابتن محمود السايس اللي موجود وبيوقف الولاد كلهم فانا يعني اكدني ما حدش عارفه ما سألتش على كابتن من صفح حسين ولا سألتش ما لقيتش حد خالص يعني اه مش فاكر يعني ممكن عم جمعة وعم جمعة هو اللي قال اللي خش اختبر مع الناس دي فالحمد الله يعني سبحان الله زي ما حضرك بتقول برضو خد بالك الكرة بنسبة كبيرة جدا نصيب نصيب ورز قدر قدر فيه لعيبة كتير جدا احسن مئة مليون مرة احسن مننا مليون مرة وبطلت ولا حد حسينيها وبطلت وحاجة موقف زي ده ممكن يخليك ما تلعبش كرة خالص طيب لما اختاروك دخلت عند الكابتن سايس والكابتن سايس رحمة الله عليه شافك وقال لك ايه الكابتن سايس اه كابتن سايس بصراحة يعني ربنا يرحمه الله يرحمه يا سميني واحد من الاسباب اللي فرقت معايا بقى في الكرة في حياتك بقى اه وفي حياتي بصراحة ان كابتن سايس قال لي بص بقى يا ابني انت لعب كواس قوي فانا لو في مسابقة اكبر منك هلعبك فيها فاكر انت حضرك ايه احنا كنا معايا 16 و 18 و 20 احنا كنا 12 او 13 تلعب 17 اه فهو قال لي لو في مسابقة 13 سنة مع الاكبر منك لو ما كان محمد يوسف بقى ومشير حنف المجنوع ده ايه 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 هتلعب معاياهم لو في مسابقة لل 12 سنة انت هتكون كابتن الفريق وهخليك كابتن الفريق وهتلعب اه ما شاء الله اه فالحمد لله انا بقى عتى اتمنى اقول يا رب يبقى المسابقة في سني ايه فالحمد لله كانت اتعملت 12 سنة خدت كابتنت الفريق قلت له ما عايز رقم 10 كان 12 و 14 ايه ايه اه لعبت بقى 12 سنة دي يعني اول ماتش جبت 5 تجوان اول رقم خدته كان كامل تلي 10 عشرة عشان كنت كنت لما شبت القطير اه انا برقم 10 ده اولا انا موليد رقم 10 شهر اكتوبر ماشاء الله بحب رقم عقرب بحب رقم 10 جدا كانت شينفا معك رقم 7 لا ده 7 كريستيان و بقى كابتن مصطفى عبدال بحب رقم 10